دايما معاك قيمة كده من الاستحقاقات اللي بندفعها الاسبوع ده بعد بكرة هندفع كذا الحاجات يعني هل انت يعني الزاكرة تحفظ الآن احنا هندفع كم في ميو؟ لا بس ممكن ندور عليها وحنا عدونا مع بعض يعني أمرها سهلتك بطلقا بامتظام من حضرتك لكن عمويا خلينا يا سيد دكتور فهد انا اريد كل تغريداتك وكل مقالاتك التي علقت على التقرير المطول اللي عمله صندوق النقد الدولي واللي نشره في قرابة المائة صفحة ورقم واحد تعليقه وتعليق يعني الخبراء الزملاء ايضا كان عن فكرة هول انكم عرفتم اخيرا معلومات لم تكن تعرفونها من قبل وقدر من الشفافية في صندوق النقد بدأ وكأن الحكومة المصرية لم تكن اللي تقول لكم هذه الارقام ولا المعلومات لماذا؟ كلام سليم خلينا اقول حقيقي ان في بعض من الأمور أنا الحقيقة يعني كان اول مرة اقرأها يعني زي مثلا خلينا مثلا لو خدنا مثال واضح وصريح في هما مربع صفحة في صفحة 21 جدوى الاربع اللي بيتكلم على فكرة نسبة الانفاق الغير موازني يعني دايما في كلمة مصر يقول لك دي من خارج الموازنة ودي ما بتكلم عن موازنة حاجة فكان نفسها نعرف هم هو قد إيه هو قد إيه لا يكلفش موازنة حاجة فإذا لقيت الجدول ده موجود بالفعل والرقم كان صراحة رهيب يعني حكوم نتكلم نعم بكلف الدولة مش بكلف الموازنة آه بصفت يعني نحن نتكلم عن الرقم اللي هو الامفاق لك هذه المشروعات لا تكلف في الدولة شيء واختفحنا عقبنا أخيرا بتكلفها دي فكان نحن عندنا مثلا في هذا الجدول وبنبص عليه دوالة من الجدول الأربعة بنتكلم عن نحن تقريبا سبعين في المية من تمويل هذه المشاريع تقريبا بناصل إلى حوالي سبعمائة مليار جنيه ده جاي من خارج الموازنة جاي من البنك المركزي مباشرة يعني ولا جاي من مين ها دي بقى ايه أمر غير معلوم هل هو جاي من البنك طبعا جزء بالجأكيد جاي من البنك المركزي وإلا ما كانش تضخم الرصيد اللي كنا كان فيه أكتب مرة وهو رصيد المكشوف بتاع البنك المركزي بهذا الشكل يعني جزء منه كان يعود فروق العملة شراء العملة من مصادر أخرى جزء منه كان بيمول مثل هذه المشاريع اللي هو الرصيد اللي تضخم من حوالي 600 مليار لحد ما وصل 2 تريليون وبالمناسبة كان فيه خبر لسه نقلاه يعني وكالات الأنباء من حوالي يعني عدة ساعات بيتكلم أن البنك المركزي فيه أحد تقاريره الأخيرة بيقول أن رصيد الحكومة المكشوف لديه انخفض بنسبة 24% ده الحقيقة خبر يعني يعني يوسف شهد حصل إزاي بقى دي لسه محتاجين نعرف يعني هم يعني رصيد المكشوف نشرحه للناس برضا